في سلسلة من المزادات يتم تنظيمها بمدينة نيويورك الشهر ده لمجموعة من الأعمال الفنية المختلفة لعدد من كبار المشاهير كمان من الفنانين أبرزها لوحة بيكاسو بيتوقع أن سعرها يصل لأكثر من 60 مليون دولار عند عرضها للبيع لوحة ماريت ريز فولتر التي رسمها الفنان بابلو بيكاسو عام 1932 قد تجني أكثر من 60 مليون دولار لدى ترحيها للبيع ضمن مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة خلال سلسلة من المزادات تنظمها دار ساذبز في نيويورك خلال شهر مايو أيار الحالي وستعرض هذه اللوحة ضمن أعمال لمشاهير الفنانين في القرنين التسع عشر والعشرين ضمن مزاد المساء الحديث أو موردرن إيفنينج ويقول جوليان داونس رئيس إدارة الفن الحديث في ساذبز إن الدار تتوقع أن تحقق هذه اللوحة أكثر من 60 مليون دولار مشيرا إلى أن لوحة أخرى على نفس المستوى رسمها بيكاسو عام 1932 وهي ميري توريس بيعت مؤخرا في أحد المزادات بأكثر من 100 مليون دولار وضف داونس أن ساذبز ترى أن لوحة ماري تيريز فولتر أكثر أهمية من لوحة ميري توريس وقد تجني مبلغا مماثلا وستطرح ساذبز للبايع خلال سلسلة مزادات مايو آيار نحو 800 قطعة عبر 6 مزادات أبرزها لوحة ذاتية رسمها الفنان الشهير أندي وارهول لنفسه تتروح قيمتها التقديرية بين 15 و20 مليون دولار ولوحة منظر البحر للفنان الألماني جرهرد ريختر والتي تتروح قيمتها التقديرية بين 25 و35 مليون دولار كما تضم هذه الأعمال لوحة لغغون كانال وسانتا ماريا دي لا ساليو للفنان الفرنسي كلود موني والتي تتوقع دار ساذبز أن تجني نحو 50 مليون دولار في ناس يمكن يشاهدون أن لوحة ذي تصل إلى 100 مليون دولار قد تصل إلى 100 مليون دولار أو 60 مليون دولار لكن في الحقيقة كل لوحة بيبقى لها قصة مختلفة يعني في لوحات خلينا نتكلم عنها على الموناليزا كمثال أن الموناليزا من أكتر اللوحات التي تسرقت في العالم فكل لوحة لها قصة وراها وليها حكاية وليها حدوطة حتى الرسام نفسه يمكن بعد ما يتوفى الأعمال بتاعته بتلقى طبعا إشادة كبيرة والناس بتتهافت على أن هم يشتروا لوحاتهم صحيح في ناس كمان بيبقى عندها يعني حواية عندهم أن هم يدمعوا هذه الصور أو اللوحات الفنية اللي بالشكل ده لأن كل صورة زي ما كانت بسانتا أو كل لوحة فنية بيبقى وراها قصة معينة بتعود لزمن معين بتترسم فيه ظرف معين فبيبقى فيه ظروف كده محيطة بهذه الصورة بتجعل من تمانها أنه يصل في النهاية إلى 60 مليون دولار أو يصل إلى 100 مليون دولار وفيه ناس بتهوى فعلا الحاجات الدينية تقتني هذه الحاجات في البيت وناس تانية تستغرب تقول ليه دي سعرها يصل لكده لكن تخيل يا شازلي أنه الفنان ده ما بيستفدش بالفلوس دي لأنه وقت ما بيعمل اللوحة ما بيبقى شي هقيمة قيمتها بتبتدي تظهر بعد وقت كبير وبعد زمن يعني بعد كده بيبتدي الناس تحتم اهتمامك دي سعرها بيزيد أه سعرها بيزيد بعد وفاته